الصباح الخير عليكم انا احمد عرفات ودي صفحتكم travel and study in japan الصفحة اللي بنتكلم فيها عن اخر اخبار المنح وحابين يزف ليكم خبر جميل جدا وهو خبر نقلا عن صفحة السفارة اليابانية في القاهرة هو عن الاعلان عن بدء التقدم لمنحة المكست لعام 2022 الناس اللي حابين ان هما يدرسوا في اليابان في مرحلة الماجستير دكتوراه او الباكالوريوس او طلاب المعاهد الفنية يدر ان هما يبدأوا يقدموا اوراقهم لالتحاق بهذه المنحة المنحة هي منحة خاصة بوزارة التعليم اليابانية وهي من افضل المنح اللي بتقدم دعم مالي وكذلك بتغطي المصاريف الدراسية للطلاب والاعلان كان كالتالي المنحة متاحة لطلبة البحوث وطلاب المرحلة الجامعية وطلبة المعهد الفنية والمزيد عن شروط التقديم والاوراق المطلوبة يرجى الدخول على موقع السفارة اليابانية في القاهرة اخر موعد للتقدم بالاوراق هو 18 مايو بالنسبة لطلبة البحوث و23 مايو بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية وطلبة المعهد الفنية طبعا دي واحدة من افضل المنح اللي احنا كمنا كتير بنتكلم عليها هنحاول نسيب لكم اللينكات الخاصة بالتقديم وكذلك الأوراق المطلوبة وهنحط لكم لينكات الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده عن منحة الميكست وعن ازاي تقدم فيها وازاي تدور على دكتور وازاي ان انت تتواصل معاه ومعلمات كتيرة هنحطها في الديسكريبشن وفي الكومنتات تحت في الفيديو استنونا اشتركوا في القناة